والسلام وعليكم محبا بجالي كيف دايرين نبس عليكم ان شاء الله تكونوا باخير وعلى اخير مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو شكرا لكم بزاف على جميع التعليق الزبينة اللي وطلطني في الفيديو الاخر والله العظيم الى كان شكركم كاملين واحد واحد ومرحبا بكم الدار داكم رب يعودني بناس خورين زبيني الحمد لله انتم المشاهدين العزاز والله شكرا لكم جميع الناس اللي ادعوا معايا ووصلوني الدعوات ديالكم وصل القلب الحمد لله وشكرا شكرا شكرا كلمة شكر قليلة بحقكم ومرحبا بكم كاملين اليوم ان شاء الله ما تمشيوا فين غادي نشارك معاكم ان شاء الله بزاف الحاجات اللي انا استعملتها من قبل لانا وصلوني التعاليق قلتوا لي يا حاولي ما امكان انك تشارك معنا ديال حاجات اللي استعملتها حتى التعاليجتي وكيفاش حتى التعاليجتي وما ينبقوا معا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم كامل هادش باللهجة المغربية باش كل شي فهم لانا دخلوا عندين ناش من الجزائر دخلوا عندين ناس من المغرب المغربة ديالنا المغرب ديالنا راكم عارفين كاينين الشلوح كاينين العرب وكلنا الحمد لله بحل بحل لهذا غادي نوصلوا واحد الحاجة اللي غادي يستفدوا من هالناس باللهجة المغربية ديالنا باش كون شي يستفد وبغيت نقول بزاف ديالبنات الله يشافيكم لان بزاف ديالبنات لقاوا نفس المشكل اللي كان عندي عندهم تهومايا كان طلب من الله سبحانه وتعالى انزل عليكم الشفاء في القارب العاجر ان شاء الله استعالوا بالصلاة وفقوا الفجر لا س sau sauând بعد او لحظ unders اتحدى التلك وكو ون نو 출 ello كلم ان الكاث انت اتشكون لي ابداً لحظة في على بعد أرتفاع المبينة المهم بركات الصلاة والله العداي من ان اشكاك跟大家 شكرية صراحة ايووكم كلنا يحضش ضربي كل ما داء بشكل صورة القناتنا تشترك وشكل لايك الذي يفعيل الجرس هل اتكثر من كل م seats او م تدعني احنان صالحك وكما تريد من توكيما ابدا مين والاشاوالله اشتركوا في القناة 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 الاشي عادي له شوية صعيبة وكانت تجربة اللي هي قاسحة بزاف وديك الساعة فش درس انا ليريم بحلا جاني صعيب صعيب بزاف والله العادي ملا جاني صعيب لاقصى درجة لانك يدخلوك ليريم بحلا كيدرولوك واحد القاسد وقد دخلي مع شحان من ثانية وانا مقطع النفس يقولوك شوفي ما تنفسيش نهائيا يعني كانت تقجي على ما هي كانت تقجي طيب كانت تقطعي نفسه نديك الساحة مع مع دك السمنة الزائدة وكان عندي مشكلة في التنفس يعني وصلت لواحد درجة ما كانت قدر ان تنفس قالوا لي نشوفي غادي تقطعي نفس ولا تنفسي غجاب الله تنفسي واقع لك يدقو لك شي برأي وقاصحة بزاف كدورها لك في العرق يعني هادشي لا تنفسي من ما سميتوك يعاودوا لك عاود وانا الحمدلله عطاني ربي وانا الحمدلله نقول يا ربي ما تنفسش يا ربي يا ربي عشو قطعت النفس حتى كنت سمعت يالله تنفسي دابا عاد تنفس حتى كنت أخليك محش حال من تاني واللهي ما بقيت عقلت مع غليظة وعشي كيش ربطوني كامل بهذا بالصماطين معادي كسعة صافي وليت اي حاجة كنت تكيني معناش كنت كان نحس يعني اعظامي عروقي كلهم كنت كان يعني الدد يالي كانت كلها مريضة في الحقيقة صراحة ان شاء الله يجعى مغفرة الدنوب وحاجة اخرى يعني اللي ريم هو ليش خاص لي الحالة من بعد صافي مشيت انا سافت نتطبيب لاكنينيك وواحد طبيب اخر ولي دالي لأوبراشون باش نقال لي الامعاق ديالي كامل الحمدلله وشكره لله اه تمه صافي قطعت لي كوتي كويد كامل بمرة واستمريت الحمدلله وخي يعني وخادرت ديالي كوتي كويد كانو غاد يقتلوني ربما كانو غاد يقتلوني اصعابين بزاف 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 نقوله تلت سين في المال، سمعت لها التدول من الاحيان كورتيزون ستفجأني فقط فوقها تبعها December حتى ربي ستبعها شهرين ما زالوا عملية تبعتها وحيتها ريتم اللي هذا لقد بغضة جيلي الحمد لله والشكر لله سوف نعود لكم على ذلك عمتة حياتو دابعة نقولها لكم إن شاء الله في الفيديو اللي غادي يكون عاوتاني الى الحامل ان شاء الله المهم حاجة واحدة اللي غادي نقول لكم بالنسبة لهاد المشروب هذا حيث الناس كلهم كانوا عرفوا بالليراني مريضة وواحد سيد صاحب الزوج جالي هضر معاه قال ليه كي بقات مادام وهادي وهادي قال ليه وديرها باقي يعني الحمد لله مبقتش كيف كانت ولكن دكشيرها مره 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 يرجع لها قال ليه وغملي قال ليه بحادي كنا درا قال ليه وديرها هان ترى سويت واحد سيدة هاشنو 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 خدمه معا خدمه معا هاتش دي الطب الطب البادي ما عد مهم هاتش دي الاعشاب وهذا قال ليها الا وعليها انها تاخد الكركادي هدي واحد العشبة غادي نشاركها معكم دابة ان شاء الله غادي نوريها لكم كامل كتعالج السموم يعني واحد العشبة اللي صراحة هي اللخرى ليه الحمد لله والشكر لله غادي نشاركها معكم وديما الناس سوانتية ولا انتالي كتفرج فيها ضروري الانسان يدير الفيدانج مرة في الشهر هادي ضروري ومؤكد سواء كليتي ولا ما كليتيش الانسان دائما كيتتعرض للتسموم وما تتوقف المطاعم ولا بزاف ديال الحاجات وممكن تحجم مغربة في هاد الشي المهم بالنسبة الفيدانج غادي نشارك معكم بزاف نصائح في هاد الفيديو بزاف ديال الحاجات اللي غادي تستفدوا منها من خلال الناس اللي كيعاني ومن تسموه او اللي التوكل فلا يسيطنا الحليب الحاجات الوحيدة قد تشجعها الهدنج عائل رائحة أول حاجة هادي نقول لكم خستكم ضروري تقييو أول حاجة خستكم تقييو واحد تلتيه تلتيه التأخذين سطره ديال الحليب سطره ديال الحليب يكون ديال البقاف ماشي ديال القارطونات هادي تاخديه طبيعي الان كاني الناس اللي كيجيبوا الحليب من الاروبية كيبيعه هادي تجيب ذاك الحليب واغذي الزعفران الحر الزعفران الحور وبيضاء بلدية الزعفران الحور وبيضاء بلدية غادي تخلطيهم مزيان 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 صباح على الرق صباح على الرق غادي تفقي مع السبعة دي الصباح وما تكونيش عايزة نوضي ولا نوض اللي كتفرج سوى كنتي بنت سوى كنتي مراس سوى كنتي وز سوى كنتي راجل ضروري هاد الفدنج ديروه هاد شي ضروري ومؤكد المهم غادي تقرقري ذاك مصطره دي الصباح لي مسيطنا كله تقرقلية今日 سوف تسدي لفك والضعفران الحور الشعب وهتبقي تربى سوف تشوفي السلوكة إلا كان فيك توكار وإلا كان عندك شي تسمو مرهام من اللي كاتهزي ذاكا 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 رضيتي على الصباح بكري ولكن أخصكت حيدي الماكلة منستادي العشي يعني ما تتاكليش بحلقتي هادي تديري تحليل الغدين كيقولك حبسي الماكلة ظالا غادي تحبسي الماكلة قبل وغادي تشربي هاد المشروب هادا في الصباح بكري ورقيي به هادي كنت كان ديرها أنا والحمد لله والشكر لله وليحد الآن بقي كان ديرها مرة في الشهر مرة في الشهر كنعودها غادي تردى بها وغادي تهزي سواء بشطابة ديك شي شطابة قديمة عندك صافي ما بقدش بغيتها غادي أولا ديك شطابة اللي كتجي مع البالة غادي تهزي ذاك الحليب وذاك الرداء اللي رضيتيه غادي تشوفي لكل فيه ذاك شي بحل محذي اللي بيد وكيكون بحزيش هاكا كيبري فكتعرفي بلي راي عندك توكار وخصكت كراري هالي مدة تلتين غادي تردي مدة تلتين وانتي كتردو كتدري ذاك البيضانج هذا اما بما يخص الناس اللي عندهم وفعلا عندهم تسمم حاد ولا شي حاجاكا سواء كي يخرج فيك الحساسية ولا وجهك يتبدال وفيك الحبوب وفيك هاد المشروب هادا اللي غادي نشارك معاكم ان شاء الله فعال وسحري مية في المية وولي رقيت عليه العلاج بإذن الله غادي نشاركه معاكم ان شاء الله ديروه ووريوه للناس باش ان شاء الله تخضي الرحمة الوالدين لان السيد اللي قالها الزوج جليد دائما كان ندعي معاه وولي كان سبب الحمد لله فهذا اللي لقيت فيه الراحة ديالي الحمد لله منهر شربته مبقاش كي يخرج في يدك شي في الحمي نهائيا والتهنيت والله مالك الحمد الله يشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمون المسلمات يا رحمة الرحمة يا رب العالمين واحد السيدة من سحرة هدرت معايا تايش الحاق هدرت معايا ومسكينة عندها نفس الأعراض ديالي نفس الحاجات اللي كيخرج فيه هي مسكينة في الكوختيكويد حتى تزاد الوزن دياله مسكينة وصلت شميات كيلو كنتمنا لك شفاء العاجي الحبيباتي الله يشافيك ويعافيك وان شاء الله ستعملي هاد الشي اللي قلت لك دابا وخير بإذن الله ان شاء الله يعطيك نتيجة بإذن الله والدواء يتشافي بإذن الله يا رحمة يا رحمة وعودين في الصباح بكري قبل الفجر غادي تموضي كنت كنشرب هاد اللي كنت مستعمله دائما كنناخد بصلاح مرة كنحك بصلاح مرة كنناخد المديالها كنخوي عليها ماء دافي وكنحله بمعلقة كبيرة دي العسل الحر ديال الزعيطرة كنأكد عليها ديال الزعيطرة كتخلطي مزيان وكترقيه يعني كتدير في المعودتين وكتقرع عليه وعاد تشربيه قبل الفجر وصل لي وطلبي الله ان شاء الله حيث البصلة راه في هاد وكتير وفوائد كتير العسل كذلك المادة فيه كذلك المهم تبعي هاد الشيو ان شاء الله خير بإذن الله الله يشافينا ويشافيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا ربي المهم هادو اللي كنت كانت استعمل بما يخص هاد الشيو اللي كيعانيو من تكر خير بإذن الله حاجة أخرى بالنسبة لهاد المشروب هادا هانا غدي نضبه باش نحن نهضر لكم على منافع ديال الكركة دي وهاد المشروب هادا ان شاء الله غدي تلقوا فيه لعلاج ان شاء الله بإذن الله قدموني يا وربي كريم والله يشافيكم كامل يلا واحد عوالية وكان شكركم بزاف 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 وخليكم على الفيديو بالنسبة للعشبة الكركة دي كتساعد على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة وكيحمي الكبيد من تعرضه للأمراض الكبيدية والفيروسات وكذلك كيتخلص من الوزن الزائد لأنه كيحتوي على العديد من مضادات الأكسيدل التي تحد من الإصابة بأمراض السرطان وكذلك كيساعد على شعور الجسم بالراحة النفسية وكيحد من الشعور بالتوتر والقلق وبالنسبة لمشروب لا تجعله يفوت 24 ساعة يعني المشروب تدير القياس اللي غدي تشربه في النهار ديالك وغنزيدكم باللي الكركة دي كيدير تقوية المناعة يعني كيقوّلنا المناعة ديالنا وفعلا فعلا كيحارب علامات الشيخوخة والتجاعد لأنه كيحتوي على معدلات عالية من البوليفينول وكيقلل من كمية الكوليستيرول ومن الأفضل أنكم تزيدوا تبحثوا على هذه العشبة هادي والمنافع ديالها بالنسبة للشيبارة تقادل هرمونات بالخصوص عند النساء وكذلك تعتبر مطهرا للمعدة والأمعاء وكتنشط الدورة الدموية وكتنظف الجهاز البولي وكتهدن حتى هي الأصاب وكننصيحة بالنسبة للعيالات الممنوع أنهم يشربوا هذا الشيء لأنه بالنسبة للشباحة سخونة لا يحضر سنمو مقدر الإجهاض مهم ممنوع أنكم تشربوها أما ما يخص شعر الدورة أو اللاحرة الكبار مزيلا الروماتيزم وكيزول جميع السموم التي توجد في الجسم لديه الكثير من المنافع لا تعد قرروا عليه ستجدوا الكثير من المنافع وصراحة عشبة رائعة ومعجزة أخبرت الزرامة لأحبابي نورة أولا نشرح غير السلحية أمصر 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 جميع السلحة من المنافع ومعجزة المنافع المنافع أمصر المنافع المهم يسمى الكاركادير تتاويس دارو عطار و لاحرير الخبارة تتاويس دارو عطار الشباة تتاويس دارو عطار المهم كراد العشوبات نحن نجي حماس المشروبات ان شاء الله ادوار بشفاء الجامع سوف يمديدنا ادوار من حجرات الطريقة وعلى بركة الله سنبدأ باش نوريكم الطريقة الصحيحة كيفاش ستصوبوا هذا المشروب هذا اول حاجة سنبدأ سوف نغسل الكاركادي مزيان مزيان لانك يكون فيه تراب حيث يكون مجفف ما يكونش خضر ضروري يكون مجفف وكما عرفتو راني يخديتو غير عند العطار يعني مش يخديتي في شي بلاصة يكون في البواطا جيالو ومحميو هذا ومعقم الا ضروري تديرو في المحطة يطلق شوية ويطلقو دوكل وريقات وحلوهم مزيان باش ما يكونش حاجة ما يكونش حشرة ولا شي حاجة غسلوهم مزيان وحلي عينك حتى تتغسلي انك غسلتيه ومبقى فيه طراب كذلك غسل هذا شعر الكبال تغسليه تهويه مزيان 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 وعادة تضيفه وغادي تشعليه نار هادئة جدا خليه حتى يطبخ وعادة ساعات غادي نضيفه عليه الشيبة بالنسبة للشيبة غادي تغسليها بالماسخون كيف تشوفي ومحتى تطفي لذلك المشروب اضيفه وغطيه حتى يبرده لخطره ديك الساعات تصفيه شربي المائم لاحبه من نوعات اللي حبر ستغسليه حمض والمائم كان يجيه في المادة قد يجاله حمض مدرولي الى سكر الوالو شربه بحلقة على الريق وتبعيه يوميا لمدة اسبوع وحبسي ثاني المائم شكرا لكم بزافع للمتابعة ديروا لايك واشتركوا في القناة اللي مازال ماشتركش وبصحة والراحة والله يجيب الشيفة المائم يا احباب هذا هو المشروب اللي شاركت معكم اليوم بغيت نشارك معكم جميع الوصفات بالنسبة لتساقط الشعر كيفاش عالجته وحتى واحد الوصفة اخرى خاصة نتعود بالتوكال والفيدانج ان شاء الله في الفيديو جاه حتى جيت نشارك معكم جميع الوصفات هنا غاديجي الفيديو طويل وغايجي مومل لهذا الفيديو جاي ان شاء الله غادي نحاول بقناتيكم شوي بشوي ان شاء الله حتى غادي نوصل لكم جميع الوصفات اللي كنت ندير بإذن الله وشكر لكم على دعمكم لي وعلى الباختاج جاي لكم باختاجوا هاد الفيديو باش الناس يستفدوا كذلك وديروا جامل عجبكم الفيديو وشاركوا في القناة وديروا جرس باش اكا كل حد شي فيديو اترين ترين ترين عندكم يلا شكر لكم ايوزي كل المحبين انا اعزاني راكم على تشكح المهم المشربة ضغيقى دايقة ايوز للنونة القناة اشتركوا اعجبوا في الفيديو اشتركوا اعجبوا في الفيديو تشكرت على الجرس لكم كل جديد انا الفيديو ان شاء الله اترين جا لكم ايوز انا انا سترين السلام عليكم